السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا والله بخير حال الحمد لله الله شكرا أنا بس راح أقول عليها القصة أتكلم عليها القصة اللي صار تويغ النبي محمد وعلي بن نبي طالب وجماعة هذا صحابة النبي محمد فضل نعم لكن أكمل كلامي وبعدين تشرح عليها فضل نعم مروا نبي محمد وعلي بن نبي طالب والصحابة مروا إلى قرية طالها القرية كانت مغضوبا عليها يا رب العالم نعم نبي محمد من صلق قال قال من لا أصلي في هذا الانبياء ورسل عندي شيعة انبياء ورسل ولم يصلي في قرية مغضوبا عليها نعم فأنا لا أصلي في هذا الى اعتدون انتم صلبوا. النجم محمد قالوا انتم صلبوا. طلبوا. لها ابن امام علي كان ويا امام علي. لها ابن نجم محمد ان امام علي اه اه ارحل طلبوا صلوا فغرق غرق غابط الشمس. والامام علي رجع الشمس. رد الشمس مرة كن. ايوة. وبعد ما رد الشمس? نعم. ايوة استفدنا بقى ايه? رد الشمس مرة. نعم لكن يصلوا. وبعدين يعني استفدنا ايه حضرتك? ايوة استفدنا ايه احنا بقى? دا جل اكدت مع دهم. انا استفدوا ورد الشمس ايوة. بعد ما رد رد الشمس استفادنا 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 رد الشمس علي ابن ابي طالب رد ابو بكر و عمر و عثمان و قنفوز و خالد ابن الوليد عند ضرب فاطمة يعني رد الشمس اولى ولا رد هؤلاء اولى ما عدي جواب ربنا يا بريك فيك المهم ان انت رجل محترم شكرا لي شكرا بص اخونا عن ابي سعيد الخضرية قد غابت الشمس فاتبه النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة حكم المحدث موضوع هذا حديث رد الشمس رد الشمس ضعيف جدا لا اصل له هنا حكم الحديث منكر اسنادا و متنا فالله المستعان الشيء يروح يجيب لي حاجات يلا خير شكرا